اهلا بيكم يا رب كلكم تكونوا بخير مين يصدق ان الكيكة الاسفنجية الهشة رهيبة دي من غير بيت خالص وكمان من غير لزبدة ولا مضرب تبقى حلوة قوية تتاكل كده لوحدها وممكن كمان تتأسم من النص ونحشيها كريمة ونعملها طورتة او جاتو وصفة مدمونة ونجحة ان شاء الله 100% اي حد عايز وصفة كيكة اسفنجية نجحة وكمان من غير بيت يجرب الوصفة دي انا ايمان يسعيدني جدا ان انتو تشاركوا في القناة ويسعيدني كمان انكم تعملوا لايك على الفيديو ويلا بينا هنستعمل في الاول كوباية ونص من الدقيق بالكوباية المعيارية وممكن لو استعملنا كوباية نستعملها في كل المقادير بعد كده مفيش مشكلة الكوباية دي كوباية معيارية مقاسها 250 ملي بالدقيق الكوباية ونص هيبقى 210 جرام هنحط عليهم بعد ما ننخلهم 3 اربع كوباية من السكر البودرة والاحسن ان هو يبقى سكر بودرة علشان يبقى سهل بعد كده ان هو يدوب وهنحط عليها كوب معلقة ونص صغيرة من البيكينج بودر هننخل الدقيق في الاول وبعدين نخلنا بعد كده السكر مع البيكينج بودر بعد كده هنضيف عليهم المكون بقى اللي هيخللنا الكيكة هشة جدا 70 جرام من البودرة بتاعة الكاسترد الكاسترد ده عليه سكر هنستعمل 70 جرام اللي هما بيساووا 3 كوباية لو الكاسترد بسه مش عليه سكر هنستعمل ربع كوباية ومعلقة كبيرة او معلقتين اتنين كوبار من السكر البودرة هنحط 3 كوباية الكاسترد اللي عليه سكر هننخله كمان فوق المقادير شوية اللي في الاخر اللي هيتبقوا دولد سكر فهنحطهم زي ما هما كده بعد كده هنضيف عليهم زرة من الملح او رشة كده صغيرة من الملح هنقلب المكونات الجفة كلها مع بعض لغاية لما كلها تمتازج خالص كده وبعدين هنضيف عليهم نصف كوباية من الزيت او 125 ملي هنقلب الزيت مع الدقيق وسكر والكاسترد لغاية لما تبقى عجينا فرولة زي الرملة كده زي ما انتو شايفين تبقى بالشكل ده يعني الدقيق يبقى متازج معاها كويس بعد كده هنجيب كوباية من اللبن الحليب 250 ملي هنضيفها بالتدريج شوية ونبتدي نقلب كده لغاية لما الحاجات تدوب وبعدين نضيف الباقي لغاية لما تبقى عجينا سيلة هي عجينة الكيك كده هنكمل باقية الكوباية وهنقلب برضو والمقادير كلها بعد كده برضو هكتبها لكم دايما في آخر الفيديو خالص هتلاقوها علشان لو عايزين تصوروها وتبقى موجودة عندكم هنجيب صنية الفرن مقاس من 20 أو 22 سنتي وبعدين هنحط فيها خليط الكيك وندخلها فرن سخن على حرارة 180 درجة على الرف اللي في النص لمدة تقريبا نص ساعة اللي جايت لما تستوي ونتأكد ان هي استاوت بخلها مثلا أو حاجة نتطلع نضيفة بعد كده هنحط عليها سكر بدرة ونقدمها زي ما انتوا شايفين كده في منتهى الجمال هشة واسفنجية وعالية وممكن كمان ان انتوا تحشوها زي ما قلتلكم وتعملوها احلى جاتو او طرطة يراب يكون عجبكم الفيديو ويريد تقلولي رأيكم في التعليقات واشوفكم ان شاء الله المرة الجاي اشتركوا في القناة